الرحمن الرحيم أسعد الله صباحكم جميعا أعزائي المشاهدين والمتابعين جمهور الأصلة والتراث رحبكم أجمل ترحيب بهذا اليوم يوم الأربعاء الموافقة 27 من شهر يناير لعام 2016 للميلاد ضمن تحديات وانطلاقات أشواط سباقه هذا اليوم هذا المهرجان الكبير مهرجان الأمير الوالد المقام هنا بميدان الشحانية بدولة قطر هذا المهرجان الذي استقطب جميع الشعارات من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة بهذا الكورنفال التراثي الكبير ما زالت انطلاقات أشواط سباق هذا اليوم مستمر شوط تلو الآخر ها نحن نال نصل إلى الشوط التاسع بمجموعة الأشواط المخصصة بهذا اليوم لسن اللقاية نذهب مباشرة لكي نتعرف على الاسم المنطلق من البداية أجد هناك الضبي أحمد بن مسلم بن عزيز المحرمي من بدأت تسيطر على مجريات الأمور من البداية المركز الثاني السايحة عمر بن حمد بن محمد بن قرين العامري بالمركز الثاني المركز الثالث الغربية الصغير بن محمد بن سيف بن حمدان المنصوري بثالث المراكز بينما المركز الرابع هناك الوجود يأتي بهذه اللحظات من اسم جديدا بدأ بالتدخل هناك الجازي سالب بن عبد الله بن علي الفهيد المري مع الجازي بالمركز الرابع والمركز الخامس وصلت اعتبار أحمد بن كميدش بن حمد بن سالب بن علوبة هكذا هي النتيجة والنداء الأول الخمس الأسماء الأولى المنطلقة والمتقدمة بهذا الشوت جائزة هذا الشوت سيارة للفايز بالمركز الأول أسماء قوية تشارك بهذا الشوت الجميع يحدوها من الفوز والانتصار وتسجيل نقطة تاريخية بهذا المحفل التراثي الكبير لنا عودة مع موقع الصدارة مع البداية مع الضبي أحمد بن مسال زيز المحرمي التي من البداية تتربى على عرش الصدارة إلى حد هذه اللحظات تتمسك بهذا الموقع الذي يطالب كل المشاركين للظهور والتقدم لمنافسة الضبي على موقع الصدارة الغربية الصغير بن محمد بن سيب بن حمدان المنصوري هي التي تتواجد على المستوى الثاني موقعا يسمح لها بالمنافسة والتحدي بالأمتار الأخيرة بينما المركز الثالث السائحة عمر بن حمد بن محمد بالقرين العامري مع السائحة بثالث المراكز هناك الجازي سالب بن عبد الله بن علي الفهيد المري بالمركز الرابع وصلت فزع بالمركز الخامس مطر بن مبارك بن محمد الوهيبي تواجدت بالمركز الخامس بدت تدخل بالمجموعة الأولى تنضم بالمجموعة الخماسية المتقدمة نعود إلى الصدارة مع انطلاقة الضبي مع تقدم الضبي مع هذا الانطلاق الجميل من البداية من الضبي لأحمد بن مسلم بن عزيز المحرم ولكن تحركت الغربية بدت بالتقدم والانطلاق بهذه لحظات مع انتصافنا للمسافة الله يضبي الضبي وتتواجد مع الصغير بن محمد بن سيف المنصوري ولكن الجازي الجازي أيضا هي الأخرى بدت تتقدم مع الغربية تنطلق بنفس المسار باحثة عن موقع الصدارة سالم بن عبد الله بن علي الفهيدة المري وصلت فزعة تقدمت للمستوى الثالث مصورة خليفة بن سيف بن محمد بن خليفة العميمي أول ظهور لها بالمجموعة الخماسية تلولة المنطلقة والتي تتنافس فيما بينها للحصول على سيارة من هذا المهرجان بينما المركز الخامس الضبي أحمد بن مسلم بن عزيز المحرمين عودة مع الغربية مع انطلاق الغربية مع تقدم الغربية يا سلام يا الغربية الصغير بن محمد بن سيف بن حمدان المنصوري يا سلام يا هذا الانطلاق الجميل من هذا الأسم ومن هذه منها صاحبة شكل هذا الشكل الجميل الغربية للصغير بن محمد بن سيف المنصوري هناك التواجد أيضا من الجازي سهال بن عبد الله بن علي الفهيدة المري أيضا موقعها مناسب للمنافسة عندما يطلب منها بالأمتار الأخيرة وصلت بالمركز الثالث منصورة خليفة بن سيف بن محمد بن خليفة العميمي وصلت الأسماء فزع مطر بن مبارك بن محمد الوهيبي بالمركز الرابع بينما المركز الخامس الجزيرة عتيق بن محمد بن عتيق بن جمعة المهيري بالمركز الخامس يا سلام الله 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 الغربية الغربية ما زالت بالانطلاق الأول من دوامر ولا تعليمات الغربية الصغير بن محمد بن سيف بن حمدان المنصوري الجازي 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 بدت بالحركة والانطلاق يا سلام بدانا ندشن أمتار الكيلو المتر الأخير الكيلو الأقوى بهذا المسار الكيلو الأقوى بهذه التحديات بدانا نقلص من أمتاره للوصول للنهاية للوصول للسيارة اليازي اللي غيرت اليازي اللي انطلقت بهذه اللحظات سالة بن عبدالله بن علي الفهيد المري بينما الغربية تعود للمنافسة من جديد الغربية الصغير بن محمد بن سيف المنصوري يا الله الله تعود وتنطلق وتستعيد الموقع المميز الغربية الغربية انطلقت والعصى في البطال انطلقت والعصى في البطال ولكن الجزيرة ولكن الجزيرة عتيق بن محمد بن عتيق بن جمعة المهيري تحركت وانطلقت وهناك منصورة خليفة بن سيبر محمد بن خليفة العميمي ولكن الغربية ثابتها بموقع الصدارة لم تستسلم لجميع الأطراف المنافسة والتي تنافس لأجل السيارة والفوز والانتصار لتحقيق نقطة تاريخية بهذا المحفل التراثي الكبير الجزيرة والغربية الجزيرة والغربية